اشتركوا في القناة المديرية العامة لتربية صلاح الدين تناقش مع ادارة المحافظة ابرز الاحتياجات والمعوقات التي ترافق العملية التربوية نازح لنبار في مخيمات العاصمة يناشدون المحافظ بالعمل على ازدار مستمسكات ثبوتية لعشرات العوائل في المخيمات وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية كانت تلكم العناوين وليكم التفاصيل افاد مصدر في عملية صلاح الدين بان عنصرين من تنظيم داعش قتلا خلال عملية امنية شمال شرقي المحافظة وقال المصدر ان قوة من الشرطة القضاء العلم نفذت عملية امنية على موقع للرصد تابع لتنظيم داعش فوق قمة احدى التلال في جبال حمرين ما اسفر عن مقتل عنصرين من التنظيم واضف ان القوة تمكنت من جلب الجثتين الى المقرات الخلفية للشرطة لافتا الى ان العملية اسفرت عن الاستلاء على عدد من الاسلحة المتوسطة والاعتدى التي كانت بحوزتهما هذا وتمكنت القوات الامنية من العثور على معمل كبير للتفخيخ شمالي محافظة صلاح الدين وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معا ان خلية استخبارات صلاح الدين من الشرطة الاتحادية اعترت على معمل التفخيخ بدلالة متهمة قرب تلال مكهول شمالي محافظة صلاح الدين مبين ان الجهد الهندسي صادر كميات كبيرة من المواد المتفجرة والتي استولى عليها داخل معمل التفخيخ افاد مصدر المحلي في محافظة صلاح الدين بان عنصر من داعش قتل او قتل زوجته وابنته اثر اصابته بنومة جنون داخل قضاء الشرقاط الشمالي المحافظة المصدر اوضح ان الجاني سبق وانفذ جريمة بشعة بنحره صبيا بحجة واهية مضيفا ان عنصر من داعش في العقد الرابع من عمره اصيب بنوبة جنون وهيجان داخل منزله في محيط قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين وقام بقتل زوجته وابنته البالغة من العمر 17 عاما ثم فقد وعيه قبل ان تأتي مفارز مسلحة من التنظيم وتقتاده الى احد مقاراتها بحسب ذكر المصدر ناقشت المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين مع ادارة المحافظة ابرز الاحتياجات والمعوقات التي ترافق العملية التربوية في مختلف مدارس المحافظة وقال مدير عام التربية محمد شهاب ان بعض المناهج قد تأخر ايصالها الى المديرية بعد اجراء تعديلات من قبل الوزارة على بعض الفصول الدراسية فيما تمت مناقشة اعادة الكوادر التدريسية الى مركز المحافظة من الذين لم يباشروا بالدوام الرسمي الى الان حضرنا هذا اليوم اجتماع في ديوان محافظة صلاح الدين مع السيد المحافظة وقالة لغرض تدارس ومناقشة الامور التربوية التي تخص المديرية العامة لتربية صلاح الدين وسد النقص والشواغير في جميع محافظة صلاح الدين من خلال مناقشتنا تم طرح كثير من الامور التي تخص العملية التربوية في محافظتنا وتهيئت الكتب المدرسية وتوزيعها على التلاميذ والطلبة وبحضور السيد نقيب المعلمين وسيد مدير التعليم العام والملاق واعطينا سقف زنماني لمدة عشرة ايام لتسير جميع الامور التي تخص العملية التربوية في محافظة صلاح الدين وان شاء الله سنلبي جميع الطلبات التي قدمت الينا لابنائنا وبناتنا في محافظة صلاح الدين من الاقصى قضاء الدجيل الى الشرقات ان شاء الله تأخرت خلال هذه الفترة قسم من الكتب المدرسية نتيجة الطبعة الجديدة التي حدثت لقسم من المواد الدراسية وكذلك مناسبة الزيارة الاربعينية فان شاء الله ستصل جميع الكتب يوم الاحد القادم بعد انتهاء الزيارة ان شاء الله وستوزع الى جميع الاقصام باذن الله تعالى في سياق ذي صلة تابع مستشار رئيس مجلس النواب العراقي صادق السامراء سير الدوام الرسمي في قسم محو الأمية بقضاء سامراء وقال سامراء ان العديد من المعاوقات تواجه العاملين في قسم محو الأمية منها توفير الدرجات الوظيفية للمحاضرين مؤكدا شروع بتدليل العقبات كافة بالتنسيق مع وزارة التربية العراقية ومديرية تربية المحافظة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة قسم محو الأمية في مديرية تربية صلاح الدين من الاقصام المهمة والحيوية في المديرية لما تتمتع من اهمية فائقة لهذا الملف حيث تكون على تماس مع شريحة مهمة من شرائح مجتمع محافظة صلاح الدين زيارتنا اليوم هي الجولة الثانية من خلال الجولات التفقدية لقطاع التربية والتعليم في المحافظة هناك مشاكل وبعض المعاوقات التي تعيق الدارسين وتعيق الأخوة المعلمين إن شاء الله سنكون على لقاء وموعد مهم مع السيد مدير عام التربية حول مناقشة بعض التفاصيل التي ذكروها لنا الأخوة العاملين في هذا القسم بالإضافة إلى أن تتكون لنا مناشدة أيضا وواضحة للسيد معالي وزير التربية بالاهتمام في هذا القسم لما له من أهمية واضحة في مديرية تربية صلاح الدين بسم الله الرحمن الرحيم بعد الأحداث التي جرت العام الماضي وكثير من المراقز أغلقت وخاصة أقضية الدور وتكريت وبيج والشرقات لأن عادت الدراسة في أقضية سامرة وبلد والدجل إضافة إلى الطوز وكنا مستمرين ومواكبين لعملية أداء الامتحانات بالنسبة لمرحيتها الأساس والتكميل وعندما تم تحرير بعض المدن كان هناك توجه بفتح المراكز ومحمد الله فتحت مراكز في الظلوعية وتكريت من ناحية العلم وبعض المناطق المحررة كقسم محو أمي نعاني كثير من حيث تعينات للمحاضرين وهناك عداد كبيرة تنتظر التعينات نطالب كالجهات العليا أن توفر بعض الدرجات التعيينية لهؤلاء المحاضرين حتى تستمر هذه العملية كما نطالب بصرف مخصصات الدارسين والمحاضرين ومدراء المراكز إضافة إلى بقية الانشطة الأخرى أمنيا أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي داود عن تمكن القوات الأمنية من تحرير حيين سكنيين غربي الرمادي موضحا أن مقاومة داعش كانت ضعيفة في هذين الحيين وقال داود أن القوات الأمنية استطاعت تحرير حيين القادسية الأولى والقادسية الثانية في منطقة التاميم غربي الرمادي وفرضت سيطرتها عليها مضيفا أن تنظيم داعش تكبد خسائر مادية وبشرية في التاميم وكانت مقاومته ضعيفة أمام القوات الأمنية نتيجة الحصار المفروض عليهم داخل الرمادي بعد قطع جميع خطوط الإمداد عنهم من خارج المدينة هذا وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن قوة من الشرطة الاتحادية أحبطت هجومين انتحاريين على أحد مقراتها غربي المحافظة المصدر قال أن قوة من الفوج الثاني التابع لللواء الثامن عشر في الشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط هجومين لداعش بواسطة مركبتين مفاخختين حاولتها استهداف مقر الفوج في منطقة المائة وعشر كيلو متر على الطريق السريع غرب الرمادي مؤكدا أن القوة استطاعت تفجير المركبتين المفاخختين وقتل من فيها بواسطة صواريخ ضد الدروع والأسلحة الساندة دون خسائر تذكر كما ناشد نازح محافظة الأنبار في مخيمات العاصمة بغداد محافظة الأنبار صهيب الفهداوي ومجلس المحافظة بمتابعة معاناة نازح مناطق الأنبار في مخيمات بغداد خاصة أولئك الذين خرجوا من ديارهم تاركين مستمسكاتهم الثبوتية ووجه أحد النازحين مناشدة عبر قناة سامراء إلى محافظة الأنبار بالعمل على إنهاء تلك المعاناة وإصدار مستمسكات ثبوتية من الدوائر الأخرى لعشرات العوائل في المخيمات أوجه وسائل إلى محافظة الأنبار والناشدة بأن يجي يشوف أحوال النازحين أحنا من طلعنا من المناطق طلعنا باسم الملابس اللي لابسيها فظلت بعض المستمسكات هناك جماعة بغداد إجوا للمخيمات كلها وشافوا شمي اختياجاتهم اللي عليهم شاهدت الجنس وكلها طلعوه النازحين أنا ما طلعوا ليش لو شاهدت الجنسية ما الأبويا لو ما الأخويا زين أخويا بسليمانيا وعندي طفل مواليد 2002 من سوات البطاقة من النازحين كتبوا عليه لم ينزح زين بهي تشيحاله شلون يعني حسبوه باقي قاضي بالمنطقة وهو هنا بالمخيم فالناشد المحافظ بأن يزدجنا من الجنسية مع الأنبار إلى المخيمات ويطلعونا احتياجاتنا لأن جسر بزيب استندلون بيقبار من يجب بعد فالناشد المحافظ وسهلنا الأمور كشف أمير قبائل العبيد في العراق الشيخ أنور العاصي عن قيام داعش بإعدام خمسة مدنيين من أهالي قضاء الحويجة جنوبي غربي المحافظة بذريعة التخابر مع الحكومة وقال العاصي أن عناصر داعش أقدموا على إعدام أربعة شبان وشيخا طاعنا بالسن من أبناء قبيلتي العبيد والجبور بموقعين بقضاء الحويجة جنوب غربي كركوكا وذلك بحجة التخابر مع الحكومة مضيفا أن داعش أعدم المغدورين بتهمة التعاون مع الأجهزة الأمنية والحجد الشعبي لعربي كركوك هذا وكان التنظيم قد نشر على موقعه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لعملية الإعدام التي نفذها عناصر يرتدون زي أسود وملثمين ويظهر فيها أحدهم يقرأ بيانا فيما يقوم الآخر بإطلاق الرصاص على المغدورين بالرأس اتهم المتحدث باسم الحجد الوطني محمود السورشي الحكومة الاتحادية بالتقصير في تسليح أبناء محافظة نينوى وتحريرها من تنظيم داعش وقال السورشي في تصريح صحفي إن الحكومة الاتحادية تمتنع حتى اللحظة عن تسليح وتجهيز أبناء محافظة نينوى لتحرير مدينتهم مؤكدا إننا سنضطر للاستعانة بقوات إقليمية ودولية من أجل تحرير وخلاص أبناء المحافظة في حال بقاء تقصير الحكومة الاتحادية في عملية تحرير نينوى وأتابع المتحدث باسم الحجد الوطني بأننا لن نسمح باستمرار هذا الوضع لفترة طويلة مطالبا الحكومة الاتحادية بالوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والوطنية اتجاه نينوى وإلا سنتجه اتجاه آخر أعلن وزير الداخلية محمد سالم الغبان نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية التي وضعت من قبل مركز العمليات المشترك ما بين وزارتي الداخلية والدفاع مبينا أن جهودا كبيرة بذلت من الداخلية والدفاع ولم يسجل أي خرق أمني طيلة أيام الزيارة وقال الغبان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس محافظة كربلاء صيف الخطاب وقائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن قيس المحمداوي قال أن جهودا كبيرة بذلت من الحكومة المحلية وبالتعاون والتنسيق مع القيادات الأمنية لإنجاح الزيارة نجاح الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة العمليات المشتركة ونفذتها قيادة العمليات سواء بالنسبة للفرات الأوسط التي تتحمل الأب الكبير في إدارة هذه الخطة وكذلك قيادات العمليات الأخرى وباشتراك من جميع الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة وكل الأجهزة المعنية والدوائر المعنية بإدارة الزيارة هذه المناسبة المليونية وكذلك بجهود كبيرة أيضا من الحكومة المحلية المتمثلة بشقيها التشريعي والتنفيذي وكذلك جهود الأمانتين أمان الحضرة العباسية وأمانة الحضرة الحسينية لما قدمت جميع شكر وتقدير لإنجاح هذه الزيارة وإنجاح هذه الخطة الأمنية التي تضمنت إجراءات متعددة من أجل تأمين حماية الزائر سوى في المكان هنا في كربلا أو في النجف وكذلك في مسارات التي سلكها الزائرين الكرام واليوم بعد انتهاء الزيارة اليوم هناك إكمال لهذه الخطة من خلال تأمين حماية الزائرين في طريق العودة ويتم عملية النقل طبعا تضمنت هذه الخطة وإن شاء الله سيتطرق إلىها قائد عمليات الفرات الأوسط وقائد الشرطة أطواق أمنية متعددة وجهود استخبارية كبيرة شملت أيضا غطاء جوي تقدم في السياق ذاته لفت الغبان إلى أن وزارة الداخلية لديها عتب شديد على الجانب الإيراني وأن ما حصل غير مقبول بالسماح للزوار الإيرانيين والأفغانيين بالعبور إلى المنافذ الحدود العراقية من دون الحصول على سمة الدخول حيث أن البعض منهم لم يكن يحمل جوازا أصلا وأشار الغبان إلى أن ما حصل سببه الجانب الإيراني لكونه لم يكن متعاونا ولم يوفى بالتزاماته بتنظيم عبور الزائرين مؤكدا بأنه ستكون هناك إجراءات مع الجانب الإيراني وفق القنوات الدبلوماسية بخصوص عبور الزائرين الإيرانيين من دون تأشيرة خل بصراحة نتكلم لن نكبر الموضوع ونطيح حجم أكبر من حجمه أولا نحن نرحب بكل الزائرين من دول العالم لأننا نريد أن نوصل هذه الرسالة أنه الإمام الحسين هو رسالة إنسانية رسالة للتلاحم هذا اللي تشهده الآن مدينة كربلاء المقدسة من كل صوب وحد جاءوا زائرين من العالم سوى من جانب الجمهورية الإسلامية أو من الدول الأخرى كان لدينا تنسيق عالي مع الجانب الإيراني من خلال اجتماعات واللجان وتم الاتفاق على أن يكون الدخول من كل المنافذ البرية للجانب الإيراني أن يكون وفق تأشير الدخول وأن يكون هناك تنظيم لهذه الدخول بحالة تفويج وأن لا يكون بشكل اعتباطي أو يؤدي إلى هذه الحشودة أن تخترق الحدود وفي الفداية كان هناك انسيابية عالية تم بجهود كبيرة حقيقة خلال أسبوعين فقط اصدار مليون ونص سمة دخول من خلال أكثر من 15 ممثلياتنا في إيران يعني كانتنا أربع قنصليات تم مضاعفتها إلى 15 خلال الأسبوعين اصدرنا مليون ونص تأشير الدخول وتم تأشير دخول هؤلاء الذين حصلوا على سمات من منافذنا الحدودية في الشلمتة والشيب وزرباطة بشكل انسيابي عالي وكان تعاون الجانب الإيراني جيد لحد يوم 28 للأسف حصلت خروقات غير مبررة أعلناها في بيان واضح وصريح هذا وعد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي الخدمات المقدمة للزائرين بأنها غير متناسبة مع الأعداد المتزايدة ودعا الحكومة المركزية لإقامة مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة وخاصة في مجال النقل وتوسيع الطرق والمجمعات الصحية وقال الكربلاء خلال خطوة صلاة الجمعة في العتبة الحسينية التي حضرتها قناة سامراء إن التزايد الكبير في أعداد الزائرين خلال السنوات الأخيرة لا يتناسب مع ضعف وتواضع ما يقابل من تطور ضروري في الخدمات الأساسية للزائرين إن التزايد المضطرد في أعداد الزائرين من داخل العراق وخارجه خلال السنوات الأخيرة لا يتناسب مع ضعف وتواضع ما يقابله من تطور ضروري للخدمات الأساسية لزائرين ومن هنا يتحتم على الجهات المعنية خصوصا في الحكومة الاتحادية مزيد الاعتناء والاهتمام بتوفير الموارد اللازمة لإقامة مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة ولا سيما في مجال النقل وتوسعة الطرق وإنشاء الساحات العامة والمجمعات الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية ويمكن الاستعانة بالقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال فإن هناك فرصة طيبة ومساحة كبيرة لذلك وستكون له واردات مالية تساعد أيضا على تحسن الوضع الافتصادي وفي شأن آخر جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي تأكيده على عدم حاجة العراق إلى قوات برية أجنبية موضحا أن الحكومة العراقية لم تطلب ذلك من أي دولة وسيعد إرسالها عملا معاديا وقال العبادي في بيان أن الحكومة العراقية تؤكد على موقفها الثابت الذي أعلنته مرارا بأنها طالبت وتطالب دول العالم والتحالف الدولي بالوقوف مع العراق في حربه ضد تنظيم داعش وذلك بتقديم الإسناد الجوي والسلاح والذخيرة والتدريبة وأكد على ضرورة زيادة فعالية الدعم الجوي للقوات العراقية وملاحقة عناصر وقادة داعش على الحدود وفي الصحراء وإيقاف تمويلهم مجددا رفضه الحكومة العراقية الحاجة إلى قوات برية أجنبية بحسب البيانة قال النائب عن اتحاد القوى عبد العظيم العجمان إن بعض الذين لديهم فساد مالي وإداري يستخدمون مشروع قانون الجنسية المزدوجة للضغط السياسي وتحقيق المكاسب وأوضح العجمان في تصريح صحفي أن قانون ازدواج الجنسية أثيرت في الأيام التي جرت فيها الإصلاحات وتمت قراءته قراءة أولى ولكن لم نستمر بالقراءة الثانية مشيرا إلى أن بعض القوانين يتم استخدامها للضغط من بعض السياسيين على رئيس الوزراء لتحقيق مكاسب لهم وليس لبناء القانون وأضاف أن هذا النهج مستمر عليه مجلس النواب لتوليد الضغوط على رئيس الوزراء فأسلوب العمل هذا مستمر في العراق لافتا إلى أن هذا الأسلوب غير صحيح والقوانين يجب أن تشرع من أجل المصلحة العامة وليس للضغط السياسي لأن أغلب قادة الكتل كانوا في الخارج ولهم جنسيات أعلنت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عن وجود خطة لتقيص عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج لأسباب مالية واقتصادية وقال عضو اللجنة عبد الباري زيباري في حديث صحفي أن هناك خط قيد الدراسة لعادة برمجة بعض البعثات الدبلوماسية لأسباب مالية واقتصادية ونظرا للأزمة المالية التي يمر بها البلد مبينا أن الخطة تشمل السفارات قليلة الفاعلية في بعض الدول والتي يكون تواجد الجالية العراقية فيها قليلة مثل جورجيا وأرمينيا وأضاف زيباريا أنه سيتم إغلاق منصريتنا في بعض البلدان وحسب تواجد الجالية العراقية في تلك المدن ويتم الاكتفاء بعمل السفارة فقط رحض النائب عن محافظة الأنبار عادل لمحلاوي بالجهود الدولية التي تقف مع العراق في حربه ضد داعش مبديا استغرابه من وقوف بعض الجهات السياسية بالضد من إرسال مستشارين أجانب عرب لمساعدة القوات الأمنية والعشائرية بينما تبارك وجود مستشارين إيرانيين كما قال المحلاوي أن أبناء المحافظة المنكوبة لقوا الأمرين على يد إصابات داعش من قتل وتهجير للملايين وتدمير البنى التحتية لتلك المحافظات لذا فإننا نرحب بالجهود الدولية والعربية الساعية لمساعدة العراق للقضاء على إصابات داعش الإرهابية من خلال إرسال مستشارين يرفضون القوات الأمنية والعشائرية وخاصة في محافظة الأنبار للخبرات والتدريب لما تمتلكه تلك القوات من خبرات كبيرة في مواجهة الإرهاب اعتبر رئيس الأميركي باراك أوباما أن إرسال الولايات المتحدة مزيدا من القوات لمحاربة تنظيم داعش في العراق لا يعني أنه سيسير على نهج الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وقال أوباما لن نشرع في غزو سوريا على غرار غزو العراق بإرسال كتائب تتحرك عبر الصحراء مضيفا لكني أبدي أو أبدي وضوحا شديدا في أننا سنضيق الخناق دوما على داعش وسندمرها في النهاية وهذا يتطلب منا توفير مكون عسكري لفعل ذلك هذا وكان وزير الخارجي الأميركي جون كيري كشف في وقت سابق أن الحكومة العراقية على اطلاع تام بالخطط الأميركية لنشر قوات خاصة في العراق لافتا إلى أن واشنطن ستعمل عن كتب شديد مع بغداد لنشر قوات خاصة هذا خبرنا الأخير وقبل الختام هذا تذكير بأهم العناوين مقتل عنصرين من داعش بعملية أمنية نفذها أبناء العشائر شمالي شرقي صلاح الدين المديرية العامة لتربية صلاح الدين تناقش مع دارة المحافظة أبرز الاحتياجات والمعوقات التي ترافق العملية الثربوية نازح لنبار في مخيمات العاصمة يناشدون المحافظ بالعمل على إزدار مستمسكات ثبوتية لعشرات العوائل في المخيمات وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة في الزيارة الأربعين إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم دمتم في أمل الله وحفظه اشتركوا في القناة